حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري حدثني محمود بن لبيد انه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقل مجهة مجه النبي صلى الله عليه وسلم من دلو كان في دارهم حثنا يحيى بن زكريا بن ابي زائدة قال اخبرني محمد بن اسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد قال اختلفت سيوف المسلمين على اليمان ابي حذيفة يوم احد ولا يعرفونه فقتلوه فاراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يديه فتصدق حذيفة بديته على المسلمين حثنا يزيد اخبرنا محمد يعني ابن ابي عمر وعن صفوان ابن سليمين عن محمود بن لبيد قال لما نزلت الهاكم التكاثر فقرأها حتى بلغ لتسألن يومئذ عن النعيم قالوا يا رسول الله عن اي نعيمين نسأل وانما هما الاسودان الماء والتمر وسيوفنا على رقابنا والعدو حاضر فعن اي نعيمين نسأل قال ان ذلك سيكون حثنا سليمان بن داود اخبرنا اسماعيل بن جعفر اخبرني عمر وعن عاصمين عن محمود بن لبيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا احب الله قوما ابتلاهم فمن صبر فله الصبر ومن جزع فله الجزاع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة